حكتها الدولة الأردنية على الإعلام الأردني مع سبق الإصرار والترصد مؤامرة منذ سنوات خلت من قوانين مهلكة أدت إلى تراجع العمل الصحفي في الأردن السلام عليكم في اليوم العالمي للصحافة منظمة مراسلين بلا حدود تضعنا في مرتبة متأخرة جدا في حرية الصحافة رقمنا من مئة وثمانين دولة هو مئة وستة واربعين بحرية الصحافة يعني تردي ما بعده تردي اللي بدي أقرألك إختباس من تقرير منظمة الصحافة العالمية بقول الإختباس حل الأردن في المرتبة مئة وستة واربعين في حرية الصحافة من أصل مئة وثمانين دولة بحسب التصنيف الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود وتراجع تصنيف الأردن هذا العام بواقع ستة وعشرين مرتبة حيث كان تصنيف الأردن في العام الماضي في المرتبة مئة وعشرين لأتراجع هذا العام إلى مرتبة مئة وستة واربعين وقال التقرير أن الصحافة في الأردن ما زالت بعيدة عن تحقيق الاستقلالية حيث تظل العديد من القنوات التلفزيونية شبه حكومية وأن الجهات المعنية لا زالت تحكم سيطرتها على وسائل الإعلام من خلال تعيين رؤساء تحريرها بالإضافة للسيطرة عليها ماليا وأن السلطات بالأردن عززت رقابتها على تدفق المعلومات خاصة على شبكة الأنترنت حيث شهد العقد الأخير حجب مئات المواقع وبموجب قانون الجرامي الإلكترونية المعتمد سنة عشرين خمستاش وأصبح من الممكن أن يؤدي نشر تدوينات على المواقع الإلكترونية أو شبكات التواصل الاجتماعي إلى الاعتقال وبذرائع عمنية تلاحق السلطات الصحفيين بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي يلفه الغموض التام وأنه يمكن للسلطات ملاحقة الصحفيين أمام القضاء وأجبارهم على دفع كلف باهضة وأن وسائل الإعلام الخاصة تكافح بكل قواها من أجل الاستمرار انتهى الاقتباس اللي بيصير معنا في تراجع مستوى الحريات في أردن مثل مثل التراجع المرعب في كافة القطاعات في البلد نعم إحنا في الصحافة الأردنية بنعاني معاناة شديدة وهذا التردي والتراجع أضعف دورنا كمراقبين للعمل العام وبالتالي التراجع العمل في كل القطاعات زي ما ذكرت هناك مؤامرة حكتها الدولة الأردنية على الإعلام الأردني مع سبق الإصرار والترصد مؤامرة منذ سنوات خلت من قوانين مهلكة أدت إلى تراجع العمل الصحفي في الأردن تراجع بسبب مؤامرات تبنتها جهات متخصصة في الدولة قصفت بشكل متقن العمل الصحفي الأردني والله أنا ما أمر علي دولة بالعالم بتدمر المنتج الإعلامي والصحفي زي ما بصير عندنا في الأردن كل دول العالم دون استثناء الدول المتقدمة والدول المتخلفة الدول النامية والدول اللي عمرها ما رح توقعنا أنها تنمو كلها تدعم الإعلام والصحافة فيها وتعمل على تقويتها إلا في الأردن العكس هو الصحيح الكلمة بالنسبة للدول بالعالم أهم من البندقية يعني الدول أصبحت تقاتل بعضها بالكلمة وبالإعلام الإعلام اللي غير أنظمة وعمل انقلابات الإعلام القوي يراقب الأداء العام ويجبر صاحب القرار على الالتزام وتقديم أفضل ما عنده إحنا ذبحونا بالقوانين وما بترفع رأسك إلا في عشرات قوانين اللي بتتحاكم عليها قانون مطبعات والنشر ما في سجن بالمطلق في قانون مطبعات والنشر هيك بحكوه بشكل مباشر طبعا ما بسجنك القانون لكن ممكن يحكمك بتعويض مالي كبير اتصفي فيك بالسجن لأنك ما بتقدر تدفع وإذا قانون مطبعات والنشر ما بصيدك بالتقرير اللي نويين يحاكموك عليه في الأردن فيه قانون العقوبات إليك بالمرصد وإذا هذا وهذاك ما زبط بلقطك في قانون الجرائم الإلكترونية وإذا كمان قدرت تفلت من كل هاي القوانين فيه قانون أمن الدولة إليك بالمرصد يعني حق الألغام ولابد أن ينفجر بوجهك لغم حتى لو كنت كثير حذر هذا واقع الألغام الحقيقي بالأردن نعم مرتبة الأردن بعد المئوية الثانية 146 على العالم بحرية الصحافة بتراجع 26 مرتبة وهذا التراجع مرعب وشي بيقلق صحيح طيب التقرير الجاي كم رح نتراجع؟ يعني بتقرير عام 2022 كنا 120 على الترتيب العالمي والسنة وصلنا 146 طيب السنة الجاي وين رح نكون؟ وين رح يكون ترتيب الأردن؟ ليش هذا التراجع؟ طيب جماعة الحمد لله إحنا عندنا استقرار سياسي ممتاز وعندنا مؤسسات أمنية قوية قادر على تقديم الأمن والحماية للبلد والمواطنين طيب شو مبرر هذا التراجع؟ وليش هذا المؤشر؟ هذا مؤشر خطير ينذر بتردي أكبر في مجمل حريات الأردن السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا